الدرس الثالث أتعرف العلاقة بين المتر والسنتيمتر التمرين الأول على الطريق جسر ارتفاعه 4 أمتار و 30 سنتيمتر ما لون شاحنة التي لا يمكنها أن تمر من تحت الجسر؟ الشاحنة الصفراء هي التي لا يمكنها أن تمر من تحت الجسر أحول أقيسة الأطوال إلى السنتيمتر استناداً إلى الجدول التالي الشاحنة قيس طولها قيس ارتفاعها كتلتها الشاحنة الحمراء قيس طولها 8 أمتار و 40 سنتيمتر قيس ارتفاعها 350 سنتيمتر كتلتها 15 طن الشاحنة الصفراء قيس طولها 7 أمتار و 60 سنتيمتر قيس ارتفاعها 530 سنتيمتر كتلتها 9 طن الشاحنة الخضراء قيس طولها 900 سنتيمتر قيس ارتفاعها 420 سنتيمتر كتلتها 20 طن قيس طول الشاحنة الحمراء يساوي 8 أمتار و 40 سنتيمتر أي 840 سنتيمتر قيس طول الشاحنة الصفراء يساوي 7 أمتار و 60 سنتيمتر أي 760 سنتيمتر رمز المتر رمز المتر هو ميم و رمز السنتيمتر هو صاد ميم قيس طول الشاحنة هو قيس طولها من الأمام إلى الخلف قيس ارتفاع الشاحنة هو قيس طولها من الأسفل إلى الأعلى 1- أكتب الوحدة المناسبة لما يلي قيس طول قاعة الدرس ثمانية الوحدة المناسبة هنا هي المتر قيس ارتفاع باب القاعة مائتين إذن الوحدة المناسبة هنا هي السنتيمتر قيس ارتفاع باب القاعة مائتي سنتيمتر أو اثنان متر قيس طول واحد وأربعة وخمسون إذن الوحدات الصحيحة هنا هي المتر والسنتيمتر قيس طول واحد متر وأربعة وخمسون سنتيمتر اثنان اكتب في كل مرة القيس المناسب قيس عرض قاعة الدرس ستة أمتار أو ستمائة سنتيمتر قيس طول سبورة القاعة اثنين متر أو مائتي سنتيمتر قيس عرض ورقة كتاب الرياضيات تسعة عشر سنتيمتر ثلاثة أكمل تعمير الجدول بالأقيسة المطلوبة عرض الحوض القيس بالمتر هو أربعة 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 طول الحوض القيس بالمتر هو ستة ادعون اذا القيس بالسنتيمتر هو ستمائة عمق الحوض القيس بالمتر هو اثنين اذا القيس بالسنتيمتر هو مائتين تحويلات من المتر إلى السنتيمتر والعكس واحد قالت زينب قيس عرض المطبخ اثنان متر وثلاثين سنتيمتر فهل يكفي هذا المكان لوضع موقد غاز مائة وعشرين سنتيمتر وغسالة ثياب ثمانون سنتيمتر وخزانة مطبخ سبعين سنتيمتر لمعرفة إن كان قيس العرض يكفي لوضع كل ما ذكرناه سابقا نقوم بتحويل قيسه من المتر إلى السنتيمتر ثم نقارنه بمجموع قيس موقد الغاز والغسالة وخزانة المطبخ معا قيس عرض المطبخ يساوي اثنان متر وثلاثين سنتيمتر أي مائتين وثلاثين سنتيمتر مجموع قيس الأثاث هو مائة وعشرون زائد ثمانون زائد سبعون يساوي مائتين وسبعون سنتيمتر مائتين وسبعون أكبر من مائتين وثلاثون إذن عرض المطبخ لا يكفي لوضع جميع الأثاث اثنان اشترى عبد الرحمن سروالا جديدا قيس طوله واحد متر وعشرون سنتيمتر انقصت منه جدته خمسة وثلاثين سنتيمتر فوجد طوله أقصر من الطول المناسب له بخمسة عشر سنتيمتر بكم أخطأت الجدة في القص؟ أخطأت الجدة في القص بخمسة عشر سنتيمتر ما قيس طول السروال الذي يناسب عبد الرحمن؟ لمعرفة قيس طول السروال الذي يناسب عبد الرحمن نقوم أولا بتحويل قيس طول السروال قبل القص من المتر إلى السنتيمتر ثم نقوم بالعملية التالية واحد متر وعشرون سنتيمتر أي مائة وعشرون سنتيمتر إذن قيس طول السروال الذي يناسب عبد الرحمن وعبد الرحمن مائة وعشرون ناقص خمسة وثلاثون زائد خمسة عشر يساوي مائة سنتيمتر أي واحد متر ثلاثة اشترت خياطة قطعة من القماش طولها خمسة عشر مترا قالت صنعت خمسة فساتين تطلبت ثمانية أمتار وخمسين سنتيمتر ثم صنعت سبعة نورات تطلبت ستة أمتار ولم يبق لي من القماش شيء هل توافقها؟ علل إجابتك لا لا أوافقها لأن قيس القماش الذي استعملته لصنع الفساتين والتنورات أقل من قيس القماش الذي اشترته ترجمة نانسي قنقر